انا طلبت من سيادة الوزيرين سيد وزير الكهرباء وزيد وزير البترول يحسبولي بالضبط علشان نتجاوز ازمة او فترة الصيف الامبالغ الاضافية اللي هي حتبقى في صورة شحنات نجيبها سواء غاز طبيعي او مزوت عشان نعدي فترة الصيف ومعنى كلمة نعدي فترة الصيف ان انا عايز اصل الى صفر انقطاع للكهرباء طوال فترة الصيف ما نقطعش كهرباء خالص الحقيقة معاني الوزراء مع الزملاء عملوا الدراسات بتاعتهم وحجم الكميات المنتجات المطلوبة وجم وقالولي بصورة مبدئية احنا محتاجين منتجات بمليار دولار امريكي ده غير المئة وتمانين مليون اللي احنا دبرناهم من تمانية واربعين ساعة يعني احنا بنتكلم في اجمالي مليار ومئة وتمانين مليون دولار النهاردة هنخصصهم كدولة علشان نتجاوز فترة الصيف في خلال الفترة الجاية الرقم ده سبعة وخمسين مليار جنيه لكن اللي يهمنا ان هو لازم المواطن المصري بعرف ان هو الدولار هو الاهم لان ده هندبره من الموارد الدولارية بتاعت الدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة جدا هذا الرقم بناء على هذا العرض ومراجعته مع السادة الوزراء اليوم وجهت السيد وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات عشان نستقدمها بصورة فورية علشان نعدي فترة الصيف وتم التنصيق مع السيد وزير المالية علشان يدبر المبالغ بالجنيه المصري وبالتنصيق مع السيد محافظ البنك المركزي أيضا عشان ندبر المعادل لهم بالدولار النقطة طبعا ان هذه الشحنات ما نقدرش ان احنا بنجيبها مرة واحدة في يوم او ده بتاخد وقت في التعاقدات وبناء على هذا الكلام وتقدير السيد وزير البترول قال لي ان احنا هنكون قادرين ان احنا نصل الى الحجم الكامل لهذه الشحنات اللي تمكننا من وقف قطع الكهرباء بالكامل طوال فترة الصيف مع الاسبوع الثالث من شهر يوليو